يتكلم عن مباراة الأهل والزمالك في الناشئين طب حضاك يا كابتن علي ما تبعتش دور الأشبال السنة اللي فاتت ودور الناشئين في الجمهورية وكنت بتتبع قناة الناد الأهل وإحنا بنوزيع مباراة الناشئين الأهل والزمالك على هواه مباشرة وتفوق كاسح للعب الناد الأهل عشان تقول النتائج طب من العدالة إنك تسلت الضوء على مباراة وحيدة للزمالك فاز فيها والنهاردة كان الأهل فاز على الزمالك في 2009 ويا ترى المباراة القادمة يوم الجمعة لو حضرتك هتعلق على مباراة الأهل وشبابه الازداد هتقول نتيجة 2008 النهاردة واللاعبين اللي قالوا وتعدد وتقول السنة اللي فاتت الناد الأهل اكتسح كل مطلات الجمهورية مش ده العدل كمان من العدل زمانت بتتكلم عن أخطاء الناد الأهل ومشاكل الناد الأهل وبرستاو وكولر ومين اتخانق ومين متزمر عشان القايمة ومين 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 مش فيه نتائج وفيه إيجابيات كبيرة تفوق الناد الأهل في الصلاة وكتسح الناد الأهل في ألعاب الصلاة سواء رجال أو سيدات في قطاع الناشئين في الفريق الأول اللي اكتسح خمس بطلات والسنة دي انت ماشي على الطريق الصحيح خسرت آه بطلتين الكيرف ممكن ينزل لكن انت ما زلت لحد الوقت انت بطل وانت متفوق في البطلات وأرقامك سواء في دوري أبطال أفريقيا اللي عمره ما هيتقارن بالكونفدرالية وخاصة السنة دي فأضعف نسخ الكونفدرالية السنة دي والدليل ان ما فيهش الفرقة اللي كانت بتخسر في دوري الأبطال كانت مع كده بتترحل بالكونفدرالية السنة دي ما تعملش الموضوع ده فبتشوف أضعف نسخ الكونفدرالية مش من العدل انك تنصف النادي الأهلي وهو بيلعب أمام يانج أفريكانز فرقة كانت مرشحة السنة اللي فاتت انها تاخد الكونفدرالية فأقوى نسخة وهو كمان متفوق خارج الديار وهو أربع نقاط مش هو ده العدل نصحتي لك يا كابتن علي وانت عارف ان احنا بنحترمك ونقدرك انك لازم تمسك المسطرة من النص ميولك خليها خارج الهواء كابتن حمد أمام كان رجل زمالكاوي واحد من أساطير الزمالك لكن وإحنا أهلوية كنا بنتمنى ان هو يعلق لنا على المباراة تعرف ليه؟ عشان كان منصف لما النادي الأهلي كان بيلعب في أفريقيا وانا اتذكر مباراة 2005 امام نجم الساحل وعلقها على التلفزيون المصري كابتن حمد أمام ازاي كان بينصف النادي الأهلي وبيعلم من قيمة النادي الأهلي وكان بيكلمنا وإحنا أولاد صغيرة بعد المباراة عشان يقدم لنا النصيحة هو ده المعلق اللي ما بيبقاش يظهر ميوله الكروية سواء للأهلي أو الزمالك لازم تمسك المسطرة من النص ان اللي بيتابعك ويشوفك ويستمع إليك ملايين من الجماهير عشان كده كانت ديه رسالة عتاب إلى الكابتن علي محمد علي اللي احنا ما زلنا نقدره ونحترمه ونجله هي دي بس كانت بعض النقاط في مباراة الأهلي والزمالك لأنا كنت حابب أوضحها لحضراتكم علشان يبقى فيه عدل وفيه انصاف يكون فيه عدل وفيه انصاف علشان النادي الأهلي ما يخسرش مباراة نلاقي الكم من الإعلام وكم من التقليل مكتبع النشيب النادي الأهلي وكم من الانتقاد في المقابل النادي الأهلي فيه زورات كتير السنة اللي فاتت والسنة دي وما تحطش النادي الأهلي في حجمه الطبيعة أو تدي الناس اللي شغاله حجمها الطبيعة نروح نروح لفاصل وبعد الفاصل شفنا عجب العجاب في مباراة الأهلي والزمالك 2003 عجب العجاب حاجات ما بتحصلش غير في اللللانت هنعرفها وهنشوفها ولكن بعد الفاصل